مدرسة لتعليم قيادة السيارات في البصرة جنوبية العراق تنح النساء زمام أمورها فدروس تعلم قيادة السيارات بالنسبة للعراقيتين نور الهدى حامد وإيمان ياسين ليست فقط التعرف على كيفية تشغيل السيارة عملياً بل أيضاً لكسب استقلالية القيادة أولاً تطيل للمرأة شخصية ثابتة وقوية ما تخليها تخشى أي شيء وما تخليها تحتاج أي أحد بالحياة يعني هذا أهم نقطة أنا برأيي أشوفها الشارع صوروا اليوم مثل الغابة فخلوا أنه هذا الشيء الداخلي صح خوف بس أنا تخطيته واجيت أتعلم هذا الشيء نور وإيمان جزء من مجموعة مؤلفة من 35 عراقية يحصلنا على دروس لتعلم قيادة السيارات وسط مدينة البصرة العراقية من خلال مدرسة أسستها نور العلي التي لا تعلم النساء هذا الأمر فحسب بل تمنحهن مساحة يمكنهن فيها أن يناقشن بحرية التحديات المتعلقة بالحقوق والحريات في مجتمعهن وبينما واجهت نور العلي تحديات جمّة في البداية لتحظى بقبول اجتماعي بسبب التقاليد والثقافة المتحفظة في البصرة تعترف الآن بأن الأمور تحسنت بوجود قبول أوسع نطاقاً لدمج المرأة في الحياة العامة أعكس السنوات السابقة السنوات السابقة لا كانت مطلعة أكثر لا كانت ماخدة مساحتها أكثر لكن حالياً لا أنا جاي أشوف أنه من تقدم إلى تقدم خلال احتكاكي بالنزار اشتركوا في القناة